دكتورة حضرتك هو لسه بتقول الموضوع فهذا هو يعني أول سؤال حنتكلم فيه ابتدت النتائج أو ابتدت على طول قرارات تظهر لي أو بوادر لي قرارات الأمس من البنك المركز لو تقول لنا تفاصيل بقى إيه اللي حيحصل نتائجها اشحالنا أكتر سريعا طبعا قلنا عارفين إن احنا عشان مناخدش في ثانية كان فيه مشكلة اقتصادية زي أزمة اقتصادية عالمية إحنا كنا جزء من العالم نتيجة أسباب كتير شرحناها في حلقات كتير وظروف كتير جدا قدت إلى وجود مشكلة كبيرة جدا لعدم توفر الوفرة الدولارية للعملة الأجنبية وبالتالي كان النصاب أصبح عندنا سهلين للسوق الموازي الأمر اللي استمر كتير جدا الأمر ده كل السنوات اللي سبقى قبل كده من على بضل 33 سنة كنا بنحله إزاي بأن احنا بنعالج العرض وفي أول أسبوعين ثلاثة أو أول شهر وبعدين إيه البنك المركزي يضخ دولار وبالتالي نبدأ نعيد العملة التاني ونرجع تاني بعد سنة تاني إلا إن النظام الحالي زي ما وعد الشعب المصري إنه هيعالج المرض الاقتصادي وسيد الرئيس لما جه قال سعدنيا مصريين وإحنا عايزين نحل المشكلة من جزرها ولذلك تحمل الشعب المصري العظيم بطل إصلاح الاقتصادي واستمرنا في الظروف دي أكتر من 12 ل13 شهر لحد ما بدأ يحصل عمليات معينة في الأسواق ومن شأن هذه العمليات إنه نستفيد بالأجرينا من بنية تحتية وهو الأخر إلى أن توقعت واحدة من أهم الصفقات الاستثمارية لشراكة استثمارية مصرية مع الجانب الإماراتي وصدق السمار فبظبي وبقى فيه وفرة دولارية هذه الوفرة الدولارية الآن دخلت البنك المركزي المصري وبالتالي البنك المركزي المصري بدأ ياخد إجراءاته لعلاج السياسة النقدية عشان يعمل إيه؟ عشان السادة المشاهدين يبقوا معنا عشان يوحد سعر الصرف ما بين السوق الموازي وما بين البنك ويعمل إيه تاني؟ ويبدأ يوفر العملة الدولارية للإستراد السلع والخمات والبضايع ومكونات الأعلاف والإنتاج الداجيني اللي بيتأثر في سلع الأساسية المواطنين والأمن الغذائي والأمن الدوائي للمواطن ورقم واحد طيب هيعمل في كده إيه تاني؟ هيبدأ يقول انبالح زي ما عرفنا أنه القرارات صدرت صباحا بدأ يحرك سعر الصرف أمام الدولار بحركه النهاردة هو مش خايف قبل كده الناس كتير جدا من شهر ومن شهرين ومن ثلاثة طب ما نرفع طب ما نخلي السعر سبعين جنيه طب ما نسيب لا هو لو حرك السعر وما عندوش الوفرة الدولارية وما عندوش المخزون الدولاري وما عندوش احتياجاته الدولارية والدفقات الدولارية القادمة كان هيحصل له مشكلة ردة فعلة عنيفة جدا من السوق السوداء ولو السوداء طبعا فيها عناصر كتير جدا يعني نفهم نكا دخل يسري ان كان فيه تهيئة لقبل اتخاذ هذا القرار طبعا في السياسة النقدية وفي السوق بشكل مباشر عشان يحصل اصدار هذه القرار بالضبط احنا بالخطر في الناس دايما بنقولها جماعة برضو هو هتفتكر ان المتخز القرار او اللي بيطلع ياخد قرار او اللي بياخد مش مدروس او مش مدروس بعناية او باحكام وعارف كويس جدا هيعمل ايه طيب انا عندي تضخم طب في التضخم ده اقدر اعمل ايه كمان في نفس القرار يعني انا النهاردة بدأت تحرك سعر العملة او سق الجنيه امام الدولار وانا مش يعني حتى تصحات محافظة البيك المركزي بتؤكد ان هو هيقعد كمنظم للعملية دي ومراقب لأي هزة او لأي شيء ممكن يحصل او ردد فعلي من السوداء او او لغيره هيبدأ تدخل المركزي بوفرة اكتر من الدولار وبالتالي من النهاردة لا امل في ارتفاع دولاري تاني في الجنة السعر